موسيقى الديمقراطية هي جهاز يضمن عدم عيشنا أفضل مما نستحق سيداتي وسادتي مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا حديث الناس مواضيع كثيرة موصولة بالأحداث الوطنية وهي كل يوم هناك تطورات جديدة ولكن في هذه الحلقة هناك ثلاث أو أربع عنوين سنحاول أن نتناولها بالنقاش مع ذيوفنا الكرام وهم على ساري سيدة حذامي محجوب الباحثة في الفلسفة السياسية مرحبا بك مدام عيشك صديق الأستاذ المحامي والناشط السياسي هاشمي الحذيري مرحبا بك سيدة حذيري بارك الله فيك وكذلك الناشط السياسي والوجه كذلك المفكر على قلب عندك برشة إضافات في الجانب الفكري والسياسي السيد منار اسكندراني مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك ولكاتب العام السابق لجمعية قدمة المدرسة الوطنية للإدارة السيد محمد نظيفي مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا نبدأ بهذا الفيديو لنشاهده أول وأبرز بدود الفعل حول ما حدث في لقاء رئيس الجمهورية قيس عيد مع رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي والذي كان حديث بالفعل كل الناس وكان محطة فارقة في الحياة السياسية في تونس لأنها السابقة تسجل لأول مرة في العلاقة بين رأس السلطة مع الوزير الأول أو رئيس الحكومة نشاهد مع رأس السلطة الثانية جدا حقيقة هو مش غريب نفهمه أما موقف سياسي موقف سياسي للرئيس سياسي بالمعنى السياسوي بمعنى الشعبوي يعني هو الرئيس اليوم ستامو في بردان ما هوش قابل وأن حكومة المشيشي تحولت إلى حكومة سياسية أنا مش حكومته ما هيش حكومته لأنه البرلمان تقريبا فك هيلو البرلمان وهذا اللي حب كل مرة يورينا اللي هو وراه لمات رابار وهو الفاعل الأصلي وهذا ما مشباهي لمصلحة البلاد لأنه الرئيس مش فهم يبدو أنه مش فهم ولا في عزلة سياسية ونعرف شكون اللي عملوا هالعزلة هذه مش فهم اللي رأوا فهم مسار عدالة انتقالية تم استهلاكه مش فهم اللي احنا معتش في 2010 مش فهم اللي اليوم رأوا تعديل لكنه فهم سياسية اليوم هما عندهم قضايا هذي فهمها عندهم قضايا والفخفيخ ما عندوش قضايا اللي هو وقتها ما في وقتها سبوا ضده قضايا ياسين العياري أول واحد نائب ياسين العياري وش كبير الأجهزة الدولة قالت هذا راهو عنده فساد كبير وهو متمسك به الموقف ليس مبدئي الموقف سياسي شو معنائه سياسي هو موقف رئيس الجمهورية ضد البرلمان وضد الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي ويحب يوري حاجة واحدة وانو هو اللي يحكم ساي ويحكم باش بالشعبوية الخطاب اللي ما فيش منطق ما فيش منطق علمي علش ما فيش منطق ما فيش حتى منطق الناس كانوا مسؤولين في وقت معين ثار عليهم الشعب يقول لك الرئيس هو ما ثارش عليه الشعب شكو قيس ساي علش ثار عليهم إخي هو كان مناظر كبير تيوم عروح كان يكسر في الجرافيت هو كي كان يقري في دون ستنيت يحسر أمره لا شارك لا في عمل نظالي ولا في عمل نقابي ولا في حد شي هو جيبوا صدق شعبين يقري في سوسا شارك في اللجنة اللي نقحة الدستور بتاع بن عليها على المقاس أعمال المتحف للدستور وبيعه للوزارة الثقافة يذلي ولا شنو كان في ركاب النظام شنو قيس ساي مناظر كبير زعمة ولا بشد في الحبس ولا بشبي راضي النصراوي هو ولا سيان بن سدرين ولا موش موش هيا رضي السعي قلنا منخلطوش بعض مراه هذا راجل جاء جيت به صدفة صوتت له اللحظة عنده 400.000 صوت قد هو قد نبي القروي بناتهم اللي هو في سجن أهمت ألا عرفت كل الغدرة معناها كيما في الفيلم بتاع غلادياتور اللي كي ضرب معه ضربوا عرفتوا في اخر الفيلم ايه ليش أنا فيه طو هو رئيس طو هو رئيس طو هو رئيس قلنا نوش ماكش رئيس ايه ما رئيس حسب صلاحيات هو رئيس وليس أمبراطور اللي واضح الكلام هو للسيد عياذ اللومي رئيس لجنة في البرلمان وكذلك عن حزب قلب تونس للسيد النبي القروي نحب صح معلومة اللي راهو يحكي على 400.000 الصوت على الدور الأول في الانتخابات الرئاسية لمش لخضر الدور الثاني الرئيس قيس عيد تحصل تقريبا على 70% من الأصوات أكثر من زمنين و700.000 اليوم واضح أن المئة يوم القادمة التي تفصلنا على نهاية السنة هذه المشؤومة 2020 مشؤومة بهالجائحة كورونا مشؤومة بهالمصائب السياسية اللي نعيشوها باش تكون حاسمة في مسار تونس وفي وضع تونس مستقبل لأن اليوم حرب مفتوحة بين النجم نقول بين الأربعة قصور كانت بين قصر رئاسة وقصر برلمان في باردو تولت ما بين قصر رئاسة وقصر الحكومة وقصر برلمان وتزاد عليهم في الأيام الأخيرة قصر العدالة باعتبار الخلافات اللي ولت بارزة سواء من حرم رئيس الدولة اللي عبد التحفظات فيما يتعلق بالقرار عن نقلة متاحة أو كذلك الخلاف اللي قائم بين جمعية القضاء والمجلس الأعلى القضاء وتبادل هذه الاتهامات بين القضاء وسمعنا الشار مع وكيل جمهورية السيد خالد عباس في نابل اليوم تطورها تختيرة ووضع خطير ياسم مدام حدامي السؤال هل هناك معتا ثمش يكون قائد انت عسفينه في البلاد اليوم أما واضح أنه كان ثم تنازع حول الصلاحيات والسلطات شكرا هناك تنازع بين الصلحيات والسلطات ومش تنازع هناك صراع وحرب مؤسسات وفي الحقيقة هذا هذا معناها وقع التنبؤ به أنا لم أفاجأ بما قاله رئيس الجمهورية قيسس عيد لرئيس الحكومة لأن الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بدأ يدب من قبل تشكيل الحكومة معناها وقع خلاف على وزير الداخلية وزير الداخلية برشا ناس حلت اللي النهضة ما حبتش عليه صحيح إن هالنهضة ما حبتش عليه أما حتى رئيس الحكومة ما حبش عليه رئيس الوزير الداخلية لماذا ما حبش عليه لما خطر يعرف مؤسسة الداخلية كان فيها وزير ويعرف الصراع والحساسية بين السلك الأمني والمحامي ما كان تمسك به الرئيس وقبل ذلك سيده شام الشيشي بعد وزير التجهيز سغيس يعني ما وقع الخلاف في أوجه معه على وزير الثقافة ثم سخته أي سخته ثم أعلان وضقح طبول الحرب في يوم معناها يوم أداء اليمين للحكومة تحدث عن افتراءات وعلاقات مع الصهيونية وتحدث على معناها كذب وافتراء وسيعمل ووعد ووعيد ورأيناه خطاب يعني كان فيه متشنجا متوترا لنصل لليوم يعني للتو نهارين يوم الإربعاء وقت يستقبل رئيس الحكومة أنا أعتبر أن هذا اللقاء وهذا الخطاب الذي قام به الرئيس هو يثير جدلا دستوريا وقانونيا وسياسيا واتصاليا وأخلاقيا ها بش نبين لك كيف دستوريا رئيس الحكومة من صلاحياته حسب الفصل الفوصول 91-92 أعتقد 94 أنه يقوم بتعيينات وزراء بالتشاور وكل ولكن المستشارين معناها هذا يعني يحق دستوري له أقره من الدستور رئيس الجمهورية كيتدخله في التعيينات هذية ثم نزاع على الصلاحيات وفما أنه تدخله في صلاحياته هذية من الناحية الدستورية يثير جدل ويثير مشكل وضع من الناحية القانونية من الناحية القانونية رئيس الدولة تحدث عن ناس مجرمين مجرمين كيفاش أين قارينة الباراءة اللي تقوم عليها يقوم عليها كل القانون نحن في القانون المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته ثم كذلك تحدث عن شعب حكم ليس القضاء الذي حكم وبذلك أنا أعتقد قراءتي الشخصية ضرب مؤسسة القضاء نحن ننتظر أحكام قضائية لننتظر حكم الشعب الشعب هو الفيصل هذا من الناحية القانونية من الناحية من الناحية السياسية من الناحية السياسية هناك هز لصورة واضعاف لصورة رئيس الحكومة وهذا في الداخل وفي الخارج نحن ننتظر أنا رئيس الحكومة بيش يقوم بإصلاحات وحل ملف دي جا عمل يعني عمل مجلس ويزيري يوم 24 بيش يحل مشكلة الكامور وكل معناها بيش يحل المشاكل هذية ويأخذ قرارات وكل شي يضعفه أمام وزرائه يضعفه أمام الشعب وقال لنا ديريكتومون البرح الرد جاء من الكامور قال لك ما قبلوش متاع الحكومة الحاكم بأمر معاها في السياسة اليوم طلق الحداد أقوى من كل السلطات اكزاكتمون ولا أعتقد أن ذلك الخطاب لم يؤثر على هذا القرار هذا من الناحية السياسية معناها أضعف صورة رئيس الحكومة أضعفه في الداخلي وفي الخارج نحكي الخارج نحكي على زنبستيسور نحكي على صورة تونس نحكي على الأمن إلى آخره من الناحية الاتصالية من الناحية الاتصالية أنا الحب نعرف معناها الفريق الاتصالي في رئيسة الجمهورية كيفاش يخدم يا خي فين هذية صارت يعمل منتاج يجي رئيس يتكلم يقف يحكي مع الشخص معناها يؤنبه يقوله كلاما بلحجة حادة ويتعمل منتاج يتعدى كأن الرئيس يتكلم رئيس الحكومة لابس كمامة معتها لابس كمامة لازي يعني رئيس حكومة نحن عامي بكمامات أستاذ وتلميذ وكل حتى منطقة تعليم حتى منطقة تعليم تغير التعليم أكثر السيد والعب أكثر قبل أن التعليم سمحني تقيقة بشي نكمل الغيزون الممتاعي دونك السيد معناها مكمم نحن مكمين بالكمامات متاع الكوفيد 19 وتزيد تكميم الأفواه معناتها ما فاماش يا أخي عطينا الحوار ما كتحب تعدي حوار يقال أنه رد رئيس حكومة تم حذفه معنا من الناحية الأخلاقية اللي هي هامة برشا عندي أنا الناحية الأخلاقية خطرتوة ولا يروج في تونس شنو لا السياسة مفيهاش أخلاق لا جسوي ديزولي السياسة فيها أخلاق السياسة لا تقوم على الأخلاق ولكن ليه تقوموا بدون أخلاق البتا فما أميني ممتع أخلاق ونو في باد لبالبوليتيك فما أسميك ونو في باد لبالبوليتيك ونو في بسان هذا من ناحية كيفاش تؤنب وتقرع ومعناها رئيس حكومة معناها شوف بالنسبة لي رئيس الجمهورية كان ينجم التعيينة هذه ما تقعش فما تحفظ يحكي يتشاور مع رئيس الحكومة أما هو الرسالة واضحة حب يشهد عليها الشعب حتى هذه تحصل حذامي لأول مرة في تاريخ تونس الحديث على قد شوفنا مع بورجيبر شوفنا مع ابن علي كيفاش كانت العلاقة حتى كتم عملية لو موتانيب كم ترى سمعني الماينتسيت فما الماينتسيت والسياسة انتع الرئيس هو أنه فكر شعبوي هو اللي يتوجه إلى معناها فئات معينة معناها التفكير الشعبوي معروف هي حركة اليوم تحب معنتها ضد الأحزاب ضد المصالح ضد المؤسسات ضد المؤسسات ضد الدولة تاسر كل شيء معناها وتلقى رواج عندها فئات معينة اللي يعتبروا معناها كتسخصية كما نقول وحنا بالدرجة كانوا حاجة باية وكانوا هوقا بش نمشيوا في الطريق للسياسة توليت وداروا بالخطابات وبالخطابات تحنا نشوفوا اليوم واحد كما ترام معناها على تويتر يكتب كلمة وبعد يلبس على بارون ما يعملش خطاب احنا نحبو براغماتية السياسة هي واجب النتيجة واجب النتيجة ولا نحبو الخطاب الرنينة وكل الأعمال هي بنتائجها بنتائجها أنا سأكشف سر معناتها أول مرة يمكن في قناة تلفزيونية بشيقال أول من اتصل برئيس قيس عيد في 16 جنف في 2011 وأول من معناتها بالفعل اللي كان جر للشأن السياسي هو السيد منارس كندراني اللي حاضر بناتنا الليلة وبشيكشف لنا معلومات ظهلي لأوما أنا كنت حدثت ساعة سلطة جنف في في المحدش عرفت علي عن تلفزيونية معتها يوميل بعد بعد ما حصل كلامتها بالتلفزيون في الدار كلامتها بالتلفزيون بالبرازيل وأنا في قامة جبرية كنت في البرازيل وقت خرجت مسجن ببرازيل معتها في الإقامة جبرية أنا في قامة جبرية في ذلك وقت عنا صديق مشترك اللي هو ابن حسين تريكي حسين تريكي معروف ولده أنا عمي حسين تريكي أو خالي بالتالي ولده اللي هو عمر تريكي الآن مريض شوية عمر تريكي هو الذي عرف لك أنا صديق أنا كان يدرسه اثنين ما بعد لماذا كلامت قيس سعيد أنت المبرزيل وقت هو أنا كنت في ذلك الوقت اللوج على الأستاذ عبدالت تحمور قالوا لي رمشة عند عمر تريكي فكلمت عمر تريكي اللي هو وجعل حسين عمي فتاح مورو كلمت وقلت وإحنا طوال الآن في جو جديد عنا مشكلة في الدستور معنا أساسا أنا في بالي كنا نغيره زوز حش كون نسأل قال لي صديقي لوستاذ قيس سعيد وعطاني رقم تاليفونه وكلمتوا بالتاليفون في ذلك الوقت من برازيل باش نسرلوا على على الحكم المحلي لا لا الحكم المحلي أنا طلعت بالفكرة ذيك في التسعة أنا عندي فيديو فيها أساسا أنا عشت ألمانيا وعشت برازيل وعشت أمريكيا وعشت بودان الانتقال الديمقراطي أنا عمو الانتقال الديمقراطي شفت فكنت عندي تصور كأن تونس خطأنا تونس ما تخطلاش يبقى تلعلاقة مع الرئيس من بعدها آخر مرة شفت في بعض الانتخابات بعد منجح في الانتخاب ما رأيك اللي قاعد يصير لا لا بل رجل المعنى ها قد أخطأنا ما هوش رجل سياسي أنا قلت قلت هولي كلمة ذي ما عنديش علاقة بسياسة قلت هولي مباشرة كلمة ذي في عربين وعشر 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 كان يريد يريد ربما ما يولي رئيس دولة قلت ماكش تاع سياسة سياسة عندها أهلة عندما ليها ماهيش ماهيش سياسة كل واحد باب حل ودخل وقال شنو أنا منشير تنقال بسياسة ماهيش حكاية ساهلة ماهيش سياسة ماهيش سياسة هي معادة طويلة تتغير في كل لحظة ولحظة المعلومات تكمل معلومات أنت اليوم شو قدمتوا تونس بالعكس اليوم تونس في الصورة الخارجية متاعها ما الذي قدمناها بالعكس احنا بطنع ماهيش كناش قاعدين نطلع بشوية بشوية لأنه حكم تقن حكم فردي إلى حكم تشاركي ماهيش ماهيش ناش بدينا نعكزه في أنه صورة متاعنا الخارج بدأت تتحسن شوية شوية ماهيش عملتها الآن ماهيش عملنا مردين والموقف اللي أبداه التحفظ على دسمية مثلا السيدة توفيق بكر غالط توفيق بكر في الأخير هو مهما كان سيتان اكسبيرت تونيزيا لما يدينوا القضاء لو أدانه القضاء وحطه في الحبس يبقى ديما يحق لرئيس الحكومة مش عاييط حب هو أكثر كفاءة من قيسس عاييط هو حق لرئيس الحكومة اللي هما بك أنت قلت معناها رئيس لا يا سيدي هما ثلاث رؤساء بالمعنى الرؤساء رؤساء ولهو الحق وأنا جاوبته نحية قلت أو المقال أنا الرئيس قلت ماكش رئيس احنا عنا ثلاث رؤساء والتونس إذا كان هو يحب يفهم المقال اللي اسمه يحب يفهم صحيح هو للك رئيس واحد لا 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 معناش رئيس واحد هذا كدولة بن علي ودولة بورقيبة أو الدولة الفردية حسب الدستور أما الدستور الجديد ثم حتى أنا جاوبته ما هو رجل القضاء أو رجل في الواحد رجل قضاء عنا أحكام تسميوها سيديش ما يعرف لا لا حكم ما سميوها لما يقوم تقول الرجل أي مش بالرغي بالعادة بالعادة حكم العادة فقه القضاء ما نصور أنت الآن وقت سيديجي اللي هو ما شاء الله مش سهل في السياسة وقت منصف المرزوكي معنا وقت الترويكا كان أي رجل يجي من خارج تونس أي سياسي أو عالم الشميع يزور ثلاثة رؤساء ولا واحد يقول له شبيك زورتني هذا منع هذا منع الناس قل ما بتزوروش ما تبشيوش رئيس برلمان ما تبشيوش رئيس حكومة بابا شبيك وتقول قاعد يتعدى على القانون الدستوري هو قاعد يتعدى ولذلك أنا كان قاعد نادي نادي بتعجيل المحكمة الدستورية خذناه فاولي أنا فهم الرجل اللي أنت عدى هذا تخف المائة يوم اللي بيشيزر فيه هذا التسامل إذا فهم حاجة مما ياسد يوم فهم صراعات كثيرة ولكن الصراع أساساً هو اليوم واضح في فهم الدولة بين رئيس الجمهورية وحركة الناظر كما قلت غالت 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 بين رئيس الجمهورية في فهم الخاص الدولة وبين بين رئيس برلمان لا رئيس برلمان هو اليوم يمثل غلبي تتوانس يشكو المزنزل اليوم في الفقر المسؤولين النهضة يعتبرون الرئيس خطر ما عادت يقول لك قل لي مع التجمعين شفوه صالح لا هم موضوعيا التخليم مع عشكال ما عادت قلتونس اليوم يشوفوه لا قلتونس طرح آخر نكلموا على لا نكلموا على السياسيين شكولني يجمعا مع هربك عبير حركة شعب حركة شعب حركة شعب أو قال سيخلي الآن حب نسلك في نقطة بركة اليوم ما عادت ثم موقف غريب من يعتبر من أهم شخصية داخل حركة النهضة اللي هو عبد الكريم من الهارولي معناتها رئيس مجلس شورة وقل يلتقي مع رئيس الجمهورية فالكلمة اللي أبقى فالكلمة اللي أبقى غال أنا غال غال سي بعد ما كيفاش هذا نسك الفوجيات معناتها وقل يقول لك على المشيشي يجب أن يعرف من يختار مع ذلك من مش من حقه هل معنات النهضة ضد تسمية لا وكذلك يرون خرجل ناطق رسمي باسم الحركة النهضة ما لك يخسر موقفها أولينا يجب أن تفهم النهضة شوية لكن في كل حالين النهضة عندها ناطق مرات تكلم من عش رجل غانوشي خرج بيان قال رون النهضة عندها ناطق رسمي متاحها ورئيس حركة متاحها إذا كانت تحب تكلم قال المزوزة ضدهم ما تكلموش وفي حقيقة ذلك حركة النهضة اللي برشم من الفميش تبقى أراء خاصة لهمهم وخطأ جوهري في كلمة شاسمه؟ عبد الكريم ماروني لما يقول يتكلم على توفيق بكارة غلط خاط معناها هذوم الناس ما تنجمش ناح علي تحب تخلي بتوفيق بكار وغيره معناها ما همش الناس مختصين في الاقتصاد تونسي بيك جاوا البارح وما أقولك البارح ما هيش حكاية واليوم تونس في أحوج الحاجة لها ورئيس الحكومة يرى نفسه أنه بهؤلاء الناس مش ينجمش يخرج البلاد من النظم جي تقولي لا أنا ما خرجهمش لأنه قعد لا أخذت الاسم التوفيق بكار لأنه عنده قضية قد يكون مع ابن علي هو سرق هو متهم في قضية مع ابن علي ما ثبتت عليها حتى شيء لا لا لما تثبت نحكي وحتى لو ثبتت ما ثبتت اسمعني 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 أخي حتى ولو ثبتت يا سيدي يا أخي هاو هاشمي أخي بحذي قدوا ستهمت عليها حاطوه وليتنا رشكوم وهو حاطوه في الحبس أقبل الحب نستعمل وين ندبر عليها أنا مسؤول لأنت عديتني مسؤولية باش ندبر راسي واضح أنا باش نخرجك من الوحدة نخرجك بال سي توفيق بكار نخرجك بتوفيق هذا تونس الجديدة ما عاش يزي ما تتكلم ع القديم وفات شو كان مع ابن علي ايه كان بابن علي شتر تونس كتبع شو ستر تونس 90% كتبع ابن علي إلا جمعت النهضة اللي كان يشم اللي يكون أحب سيبه بكر سيبه بكر أنت محامي ورشل قانون أنا العادة ديما متفائل كنت في مواقفي متفائل خاطر نظن بيني تونس نساها ورجالها عبرة من العبر عنا مجتمع تبنى مؤسس اليوم را الميات نهارة اللي قلت عليهم انت جايين عسمين في تاريخ تونس باش يكونوا من أخطر الأيام أخطر الأيام هل باش يعيشوها التوانسة إلى نهاية السنة لأول مرة وأنا ميشو موافق رئيس الجمهورية ونعتقد أنه تعدى حدود الدستورية الأخلاقية الاجتماعية والمواطنة لأول مرة إنسان يحط على ظهر رئيس مجلس نوع رئيس الحكومة القضاء 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 منين بدأت المشكلة متعبت أو اليوم قضاء كامل يتربطلنا مرة رئيس الجمهورية مع احتيار ماتنا لها ونعرفها مرة طيبة فاضلة مرة فاضلة سيدة أنا نسكول نسكول تسكول فيها مرة فاضلة ونسكول نسكول سيلباجي الله يرحموه وقتا طلبنا منه تحوير الدستور ما قال؟ قال أنا أنت خبتوا حسب هالدستور أنا ما نحوروش ولا حبي يحور يتفضل السيد هذا لا حور اللي عنده مشكلة يا أخوي يعطينا رايد أعطينا شك حب خلينا نرتاح اليوم نحن كتوانسة ما قدناش عارفين أنا كمحامي 35 عام مهنة ما قدش فاهم لا القانون لا القضاء لا تفسير القضاء للبلاد لا ما قدت فاهم شي لذا يا سيد رئيس جمهورية ارفق بينا يجعل منك ما فمش أنا جبتك خوذ كلامي ندام تعدى على المجلس مجلس نواب الشعب وقع تزكيته انتهى عمرك خلي الراجل يخدم وتوفيق بكار ملوح هو توفيق بكار مطلوب ما رجع من ما راجع عالميا نعطيك حاجة وهو زادة نجم نقول لك سابقة ليلة ما يعرفوش ليه تواسك توفيق بكار عنده مؤسسة اليوم تفكير تفكير قاعدة تخدم على وضع تونس من أحسن ما عنا من أحسن ما عنا ورجالة الملمومة فيها نعرفهم واحد واحد من أعزمة فمه وهل يعرف الرئيس نعطيك حاجة بكلهم على تعداوة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يبعث وزي التوفيق اش رايك في البقعة الفلانية اش رايك في الموضوع الفلاني وياقع معناه هو عمل يبعث سيفا هيكا مخلط خاطر ويعطي مؤسسات دولية ياخد منها اليوم وقت بلادنا يا أخوية عشرة سين فلسنا أكثرش من هك كمعناها بالكورونا بين قلوسين أنا بيش نحكي حاجة إذا نسر أن وفود اللي جي متاع البنك الدولي ولا صندوق النق الدولي تلتقي بالمسؤولين في الدولة من بين المسؤولين اللي يحرص الوفد بيش يلتقي بيهم يجتمع بيهم هو سيتوفيق بكات وبرش نسمع فواج سيمونجي عنده شبه عالمي سيمونجي مرجع راهو سيمونجي مرجع وتخلي السجن وبرقاته المحكمة يا سيدي برقة وبرقاته براجل برقامه كل التهار براجل من أطيب من أعز من أثيق ما المؤسسة هذه فش تلهم فيه عشرة سين زلم خالف ما تفاتكش يا أخو يا زلم كنا زلم عشرة سين ما تفاتكش يا قضاء بيش الناس تفصلهم يا سيدي برب يعطيه مديد أخرى الأربع سين كامل همنا هم عشرة هم أربعتاش خلي إذا يمكن يعاوننا وبعد يا أخوي أرجع الملف إذا عندك لكن إحنا نعرف وقع معناها تصويت في عهد سلباجي على هالمشاكل هذية وقع معناها قالنا عنا مصالحة إدارية الحسن فيها العدالة كاملنا المصالحة ما وقعتش مصالحة إدارية ما وقعت مصالحة إدارية أشنو تحب نعيش ونرجع ومعناها كذا أحكيلي أجعان أحكيلي على الزوالي أحكيني على المحتاج أحكيلي على الكامور على الكسفات أحكيلي على الكسفات أحكيلي على كلمة قسرين ألا كان فيها معمل حلفة شوالة أحكيلي على البحيرات متع السمك وينهم أحكيلي على جسوني في جهة الكاف معمل معناها متع سمن ولا كركل أحكيلي على الصحيح على شوقع البلاد ضعت الدنيا عشر سين شنو يجيب لك الواء شننقض على خال عياض وقتا الدور لول جبت أربعمائة ما تقول ليش رايجم لا أوزر روحك راه التونسي يفيد يودي يخليلنا التونسي رايب يعاني في هالمرض لجان الوباء ونعاين وفي خياننا وهانا عني اللي كمامات وسابرين عاوننا بالصبر يا تقترح هات وموش جدية أما أول مرة مربد رئيس حكومة على إدارة وانت سيم محمد هو بش حكين عليه سيم محمد ماذا بيه تعت كليمة تعت كليمة تعت كليمة أنا قريت في المدرسة إدارية مدرسة وطنية الإدارة ونعرف رجالة لخرجة ماذا بينا ترجع الأمور بعجلة لحظة لحظة جدية لا أفهم وهذا ثم بعد ذلك تشوف العركات اللي قاعدت سايرة ماذا فهم يوم نهرت عادي السخير ماذا عمليوش فهم أشياء فهم أشياء ليش ماذا ما يبوضة فهم أشياء معناها معاش تفهم ماذا هذه الدولة اللي قاعدين انتو خبتها من أجلها عادي جمهورية عادي جمهورية عادي جمهورية عادي جمهورية سيم محمد على كلمة كانت زادة أبسط قواعد القيادة والحكمة والحكمة الرشيد أنك توسيند فريقك الحكومي تعاضد فريقك الحكومي حتى يعني معناها ما تعملوش حكاكة معناها كماش بشي يخدم وضع سيم محمد الضيفي كاتب عام السابق لجمعية قدماء المدرسة الوطنية للإدارة من بي الحاجات اللي وجه فيهم لهم رئيس الجمهورية لسيدة هشام المشيشي قضية تأجير الولاد وكان مش راضي معنتها هل بالفعل هي قضية مطروحة اليوم المسألة هذه شوف سيبو بكر هو الاختلاف في وجهات النظر أمر محمود لكن على أن يتم في نطاق خاص في جلسات خاصة أما أن يصبح الاختلاف على قارئة الطريق وبطريقة يعني إخراج منمقة والغاية منها إذلال الحضور هذا مش معقول مش معقول نحن محبوش الرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يعني يكونوا فرد واحد فرد منطق هذا هو أمورهم الخاصة ينقشوها لكن ميزمش نقاش هذا يخرج للعين بالطريقة اللي ريناها وضعي أمر محزن جدا ثم أنه رأى الصراعات كما قلت أنت سيببكر والأستاذة ما هي شي خاصة كان بالسلطة التنفيذية وخاصة حتى بالبلديات ثم صراع حاليا بين البلدية بين رئيس البلدية والولي صراع بين رئيس البلدية والمعتمد بين يعني الصراع ولا في جميع المستويات وضعي عليش راجع راجع للنظام السياسي الهاجين والدستور خاصة يعني وقتولي رئيس بلدية يحتج على زيارة رئيس الجمهورية للإمارة متاعه فتح العيوني هذا نظام هذا لو قال مش احتجه وقال كان يمكن يعلموني ما قال أوليه يعلموه الأخر في جريسة قال لك عليش سلوالي تعدم معلميش ما قول هذا أضم الناس ينظروا الناس بدلا مرخنا كلمة الحكم المحلي وكما قلنا الحكم محلي لم ترد له في الدستور ولا في مجال لجماعات المحلي كلمة حكم محلي جاءت عقدة الأمور ولا السيد اللي شد رئيس بلدية وعن الجيات هاي جاية سلياشمي العام الجاية باش يولي رئيس الجاية والولي ومن بعد باش يولي رئيس القليل وباش الصراعات هذه باش تتعقد هذا هي الصراع اللي كان جابه بين سعيد وسي المشيشي لعله نقوله هاو تويت ريقل أما ضي الصراع ولا على جميع المستويات ثم أنه مشكلة أخرى موجودة كونه قيس سعيد لم يغادر جبة الأستاذ وين يستقبل واحد ينظر له كأستاذ يعني الزوارة وكل كلم ذا عنده ما خرجش من هذية مالأسف ثم أنه يتصوروح وأنني هو اللي يعرف كل شي حتى في التعيينات وزيدا أكد كلمة سلياش بكاروسي توفيق بكار أكثر كفاءة من قيس سعيد أرجع لسي في متاعه ونعرف كان لورياة توفيق بكار في الينات يخرج يعني موش شكاكو بره والتجربة كبيرة يعني أكثر قيس سعيد شنو الخبرة متاعه ما خرجش من جوبة تستير حيث هذية المصيبة الكبيرة كونه إذ كان شخص عاش كلمثال الفرنساوي كذو السفير والسيقروس كل واحد يعني هذية وضع يعني عام بصفة عامة ثم فساد وثم خور في النظام السياسي متاعنا وضع يصد بالموضوع يعني مش والولات الولات هذا يراوي الشيء اللي قاع كونه وقعت يعني تسجم بتقول يعني هبة شعبوية كما قاع ما لا قايس سعيد الشيء اللي قاع في الولات راوي هذا الشيء اللي ياخذوا فيه الولات كانوا ياخذوا فيه قبل الوالي قبل كانت عنده زوز سيارات عنده مسكن وظيفي عنده زوز خدامة في دار ولا حتى ثلاثة عنده زادة السواق وعنده حتى أكثر من هذا يعني الشيء اللي قاع اللي جاب أمر خطر الأوامر قبل لم يقاع نشرها حاليا وربما المزين بتاع سي محمد عبو قال كي يجب نشر كل الأوامر في المستقبل شنو كي يقاع نشر راية ظهرة العملية كأنه يعني الولي بش يولي يعني حاجة كبيرة ياسر لما حالها يوقع تزيادة في الأجر المرتب فقط حوالي ألف ألف دينار مليون يعني أما الأمور الأخرى كلها أسا ثلاث ثلاث وثمية دينار يعني شو عطم دود فعل هذه كلها واخذ عنجال ثم شعبوية 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 تعتقد ثم أطرافه اللي دفعت معناتها شوف ثم الناس الثورجية الزائفة تحب تخلق المشكلة هذا ورغم اللي نعترف أن التوقيت ما هوش مناسب زيادة دي جاد في وقت اللي نادوا بالشفافية والتقشف والضغط على التكاليف وازلنا نقول لك حاجة أخرى تعرف أنت البنوك ثلاثة متاعنا عنا ثلاثة بنوك متاع الدولة يأخذ سبعين دينار في الشهر يعني اللي يأخذوه ثلاثة البنوك أظهما يأخذو فيه الولاة يعني فيه عام كامل الولاة لكل مجمعين علاش ميون شروس 24 أولا تعجير الرؤساء البنوك الرؤساء البنوك أنا عندي عندي قيمة يعني كنت أذكرها يعني نستغرب يعني هذا من الناس يجب أن تكلموا عليهم علاش ميون شروس أيضا يعني الرؤساء المدرية العاملة المؤسسات الكبرى من نوع كهذه كلمة تقسيمتها يعني يجب أن تكون شفافية مش في نيطاق الوالي فقط حدود عنها 24 والي زيدهم واحد في الإدارة المركزية 25 وثم عنها 279 معتمدية وعنها 2085 عمادة أظهما بيستقبعها مزيادة ميش حاجة كبيرة ياسر لو 279 معتمد يعني مش مش يأثر الواحدة كتقررها مع الرؤساء المدرية العاملة باروك أيضا يعني العملية شنوها يتعين ونشر كل الأسلاك والتأجير متاعها ويتعين عادة النظر في النظام التأجيري متاعنا في تونس خطر نظام التأجيري مخروم معادس يتماشى مع الوقت الحالي تتور وضع ولا يعني أصبح يثير النقاط عنا ديشومار فعلا عنا معطنا العامل عنا ناس يخلص كما قلنا البيديجي يخذ لك سبعين مليون ودي تلقى يعني البيديجي رام تابان كان من دمنا ديورة بنوك دي مربحين مانيش عارب كيفيش هم رابحين بليزاجيو وكمسيون وطلع عشنوها وما يقدموا في شي ورقم ورقم عشنو اللي يقدم حمال وواكلي ومتاعبين التونس عمدت 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 الملوك الموضوع هو الموضوع هو على نقطة تلهية كلمة وحدس ومكر زاد الوالي يرى ممثل وحدة الدولة وحدة الدولة اللي هي حاليا مهددة الوالي هو الذي يحرص عدد الدولة وسلامة الدولة أيضا وسلامة تنفيذ القوانين على المستوى المحلي والجهوي هل في نطاقها الصلاط وهل حكم المحلي ما بين القوسية مدام حدامي حابيت تعاقب حابيت نعاقب على مسألة الولية التوبامب من منطلق أنا نقوله معناها مش وقته تقشف وكل مفم خيارات راه معناها دونسوكا لا أي كور أي معناها إطار باش تزيده باش يقول لك لاخر لي مو بالواحد راه الوالي الوالي هو الشيف اكزيكوتيف هو الرئيس التنفيذي هو يبثل السلطة التنفيذية في المنطقة متاعه ومننسيوش راهو احنا عنا مناطق وهذا نقولوه مثالي شو نقولوه معناها انتي كي والي ما تعطيش بعض الابتيازات وهو موجود في منطقة حدودية مو يخضع للابتزاز متاع المهربين عزوف على الخط يخضع للابتزاز متاع المهربين ويخضع الوحد المالي كي ترتح وانتي تعطيه سيارة ووقتها وانتي تحوله مثلا من جندوبة للمستير ولا من المستير للمدنين ولا حاجة يبدأ عنده ولاده مو يرتيح باش يخدم لك أما أنا معا أنك تعطي الامتيازات ولكن تعين الكفاءة يجب أن يكون كفاء وتحاسبه وعنده نرجع لها تحاسبه تعقيب على كلام الأستاذ هاي تحاسبه الهيئة العام اللي ومرقبة المصاريف العمومية انت ذكرت مثلا الولايات كيف يخلصوا الفضل في الأمر هذا اللي خرج واحد الامتزاز العينية تعرف انت حسب الهيئة العام اللي ومرقبة المصاريف العمومية اللي في رئاس الحكومة والي صفاقص يتمتع بامتزاز عينية مئة مليون في العام بينما والي جندوبة يتمتع بواحد وعشرين مليون مش معتها متيازة عينية متيازة مهش كيف كل والي يصرف عليه كيف هاي الكيسة متع الوالية الكيسة متع الوالية مهش مضبوطة وحسب الكبل بعد هالتساع متع الولية شوف تقاليدة عاملة هكا والي والي صفاقص هو نمرو اياخو بالذبط نعطيك الرقم خلينا رقمهم خلينا رقمهم الرقم اللي ياخو والي صفاقص ياخو مليار وستة تسعين مليون ستة تسعين ألف في العام يعني قريب المليار في يصفاقص بينما في باجا ياخو 21 ألف دينار فقط شوى باش تشوف فرق كبير كانت مسايب العملية الفضل في الأمر هذا سيبو بكر هو قلن العملية واصبحت مضبوطة لكافة الولاد ومعاد وسوى وما بيناتهم وكان قبل الوالي عنده صندوق الأسود وصندوق الشداب ومحسبات أخرى الولاد عندهم صندوق الأسود كان صندوق الشداب تقريبا قداش يكون فيه مبلغ صندوق الأسود شوف فرق بعدها ينجم ينصرف فيه حتى حد ما حاسبه ثم حالات خاصة وعمليات خاصة يقوم بها ثم حالين ما عادش نمرضية الفضل في الأمر هذا يخرج هو وحد مقيس التمتع معلومة بركيا قداش ميزانية للصندوق الأسود تقريبا في حدوث لا نجم نعطيه الخطر هذه ما رفعت صندوق أسود ثم نقطة خطر لكن بعد المرحوم لهذه نويرة أول ما جاء الوظيفة العمومية نظملها أمورها هيكلها هيكلها وعطاها لكل شيء وقع الترفيع في الأجور بطوعية وحتى حد ما تكلم واضح سياج ثم أوليات تلقى عنده دار في الصيف ودار في الشتاء ثم أولي عنده دار واحد وشوف فاشي عيش فيها ثم أوليات وإنه مسكن موضوع ذلك بشيخ المنا من مبارس لأنه هذا موضوع عندك حكمة عندك حكمة داخل داخل على خطر رئيس الدولة يولي رئيس دولة ما هيزوش يخرجني ما هيزوش يخرجني ما هيزوش يخرجني ما هيزوش يخرجني من يحب علي هو صحيح منار ثم موضوع آخر نحب نفس نبدأ بسي الهاشمي اللي يهمك بالفعل معناته هالحزب الجديد هذا اللي يظهر سيد أحمد نجيب الشاب سيد ريضاب الحاج السيدة سلمان لومي تصور هذا حزب اللي يطمح ويعلن على نفسه أنه بشي يجمع القوى الوسطية تصور عنده حظوظ بشي يبرز بشي ينجح في المشهد السياسي جديد وخاصة عرفتم عاشرتم الزوز التجربة بتعني دات تونس يلي هاشمي شوف أنا إنسان براجماتي واقعي ولم يتضعظش من التاريخ روما عنده وين يمشي تقصد إحنا وقته أسسنا نقول أسسنا نيدا تونس كنا لغايات معينا بش نداوم فما ناس من هادم هما لكانوا السبب هذومت لها تذكرته معا يا والدي هما لكانوا السبب تقصد سيدة سلمان لومي ما نسمي حد كانوا سبب من أسباب فين خيرام وتحتيم النداء نجيب شبي مع ذلك على خطر نداء تونس نجيب نحبه ياسر أولا كزميل وكان مناظر لكن اللوم بأنه سي نجيب معرفش يدق الباب من قبل سي نجيب الشابي أنا كنت نحبذ يبقى بقدره يبقى سي نجيب يبقى سي نجيب التجارب هذي في النتاق السياسي تضعف وتطيح العزايم أكثر ما تكبر وسيد رضا بالحاج مش شامع مهدي جمعها سيد رضا خون وصاحبنا لكن عشنا معه ورينا ومصلي عني بيه هذي قداش مرح لكم كم أنا كنت نحبذ رغم طوبرشا ناس مش تضحك علي ألا لوجه أناه الهيكل الموجود ألا ينجم يكون خير شكون موجود اليوم ع الساحة ونتعاونه ما كنت نحب تعمل حداثي هذي نتكلمه بالفلاق مشكلك ضد النهضة وضد 3 ألف هذي نتكلمه بالفلاق ضد عبير موسي يأ أيوة عبير موسي اليوم عنده عنده في صبر لراسته 3 ألف المشروع هذا هو معناتها لأخذ من خزين عبير لا بش تقوي عبير التوانسة اليوم أنا ولد الساحة وولد الشارع وولد السوق نعش ساير عبير انتهى أمرهم عربت حاشتين يا نتكاتف يقى حزب كبير واش عيب انتي تعمل السياسة السياسة شنية كما قالت ما ضابحة ذاهم السياسة نتيجة إذا ما عندك سيتان أبجيكتيف شعندك شعندك وين ماشي ماشي الغادي أيوة أمشي الغادي أنا عابير في وقت من الوقات انقبتها اليوم مرة أرجل من برشة رجال في كلمة أرجل في العامة مش خاطره مرة أرجل معناه من برشة رجال أنا ما عملوش غيرها عملته ما وتعرف الماء الزيت مش تكون تاخد الزيت وين يط يمو بالماء ومدردر ومرجين تخلي يدفع كيفان تشوى شوية صبر والزيت يطلع الفوق لو عابير قعدة تسعى في الزيت والناس هذي إذا جاءوا ناويني حطموا رام غالطي والله مدام حظامين أنا نحن بلسئلك على حاجة بتعتبرش اللي مدام سلمة اللومي داخله في مغامرة محفوفة معت العواقب في نهاية الأمر خطر حتى حد ما يتفائل اللي بيشتنجح التجربة أنا نوافق سي الأستاذ الهيشمي اللي الانتخابات القادمة وما يزمش يكون واحد ذكي يسر بشي معناها يوصل النتيجة هذية معناها بشي تكون معناها بين النهضة وبين معناها الحزب الدستوري الحر قوى الوسطية وهذو ماش بشي نقول لك ربي يعينهم بالك فم راو تضاء احنا ما نلاحظه في السياسيين بتاع تونس هما يكبروا والآن يتضخم 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 بعد يتفشوا يا يجيبوا معناها في الانتخابات ما يتعذوش ربي يعينهم بشي نقول بالك يحبوا بالك أنا فما راهوا حاجات ده بسيكولوجيك عند برشة بيدر وفما برشة ناس في كل حركة وكتكوين الحزب وكل زعم ويعمل جو ويعمل جو ما نعرش يمكن مش على يعني في حق سيدة سلمة لومي سيدة محترمة وكل لكن في حق هذوم الكل هم اللي بشي عملوا أحزيب وكل وانا بشي زيد بشي فتوا بشي فتوا المشهد السياسي لكن ربيعين هم كهو معناها سيما نار نجي بالشاب بي تجربة سياسية أخرى بالنسبة سيد أحمد كان الأولى يبقى أيقونة بعيدة على المنه هو لفنا خسار المرة لولة المرة الثانية كان في ذلك الوقت يزمو يجب دروحه كيف عمل أحمد المستيري ويبقى قامة معناها معروفة في تونس إن يسترجع له يصبح من مجلس الحكماء إذا كان عملنا مجلس حكماء يحط في نفسه في هذا السن في هذا الواحد في كل الأخطاء لم يكن حتى أحد يتصور تونسية الديمقراطية أخطاء أحمد نجي بالشاب على فكرة أنا هكذا كتبت وهكذا أخطاء وهي الوسط من الحالة دي معناها أول نهار تخل في الحكومة كان خطأ كان خطأ معناها وضح اللي هو حاجته بالسلطة الناس قالوا له أبعد خرج بعد ذلك الخطأ الثاني ما تستيش في 18 أكتوبر لا خلينا لا لك مش خطأ لا لك مش خطأ لا موش خطأ في 18 أكتوبر في ذلك الوقت نشوف عيش خوي نتكلم عن منطقين من الحكم 18 أكتوبر جمعت الناس الكل ضد الحكم الفردي وبالتالي هذه هي الصور اللي يجب أن نفهموها اجتماع الإسلاميين مع اجتماعات شكو مع كده أذاكر أنا ضد منظومة الآن أوليت عنها منظومة تشاركية معناها الناس كل يكايف في الديموقراتيات والحريات كل واحد عنده مشروعه كان هو شكول اللي كان مشي يهز كانوا في الأصل النهضة كان في الشمشي واحد من جيب الشاب وأخطأ وهلكنا لأنه الكلام هلكنا 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 لأنه أنا اليوم هلوكي إيشن هو الأخي ما هي الكلمة إيشن هو الأخي هلكنا بقى معادي حم المسؤولية أنا وحمد المسؤولين خلينا الثاني مش فلوث أهم واحد كان سيد أحمد سيد أحمد تخسام أنت كانت النهضة مش بسعطية ليس الحكومة وانا مش عطية ليس دولة يخلوه ذي المكانش يتصور أنه لو هو نجح في انتخاب يجرب 15% متاعه ما كانش مشكون التعاقد بين النهضة وبين الواحد الحكومة اللي يتعمل ولو نشينا هلك يخر سيد أحمد إحنا عملنا مجلس 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 اسمه تأسيسي شكل يحولوا البرلمان قولوا هو قولوا المشهور نحنا في المعارضة أما معاذها في المجلس مجلس دستور تأسيسي في المجلس تأسيسي ما فماش معارضة ما فماش حاكم ما فماش أنت جبتنا منطقة جديدة خلتنا في عركة جديدة ما عرفوهاش لا تنسى مايش حكم ماش تشريعي أختي ماهوش تشريعي ماكانش هي معناها مش مؤسسة تشريعية أنا ماهي مؤسسة بيش تعمل دستور كونها فهمة توافقات بيش تعمل دستور مش يتقولي أنا في المعارضة بيش طلعوا عندي بيش يقولك لا مشكلة معنا هالي الأخطاء قدت به أنه ما أنا هو لو كان نربح يجب الخمسة في مية كان هو اللي ليس يحكم كان هو ربما يكون يا رئيس دولة يا رئيس حكم ويكشي كان رجد غانوشي مصاحبه وناوي محطوش وناوي محطوش مانا الواحد لما يشوفه أخطاءه هي التي أدت لما نحن فيه مانا مش كان هو الوحيدة نتكلمه طوال قد رجبنا سياح من نجي بشابه ونجي بنا رجب نتكلمه لي فأحنا اليوم نعيشه مأساة من أخطائه اللي بيش يعمل اليوم بيش يكلم يفك هو الآن في عمي التفكرك مانا عمال نمشيه في التفككيات وفي التفككيات وهذا اليوم موش موش صاحب البلاد موش صاحب البلاد لوين ماشي لوين ماشي مان عارفه هو يحب يبقى لهو موقع سياسي أنا كنت أعتبر موقعه السياسي ويكون موقع موقع اليوم ذاك الرجل اللي بعيد على المساط كلها ينجم يكون جامع يكون ينجم يكون رجل صوت العقل يجمع فيه بين هؤلاء وهؤلاء يحاول يلقى ثنية التي أخطأ فيها الناس كلها أبداً سيمانار باش نتفعل معاك وما يفعله هو صيد راشد الغنوشي يفعله كذلك خلينا رجل غنوشي معنا ما قدوش شخصية اعتبارية يرجعوله لا مش كيف كيف لا مش خطر انتوا باش ندافع رجل غنوشي رجل غنوشي عنده السلطة اليوم اختي شوف رجل غنوشي هو رئيس حزب ورئيس حزب رابح ما هوش رجل غنوشي خرج من رئيس الحزب وقعد دول الحزب نتعلم عن نجحش رو فهم الفرق رو أنا وكيدا أنا موجود في بلاسة سمحني ولكن أليت أرى أنه إذا لم يترشح للانتخابات التشريعية لكان شخصية اعتبارية وفي الحكمة وكل أنا على اللور على الدخلة لا 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 خلينا ساعة تول الآن قد كان نتكلم مع الرجل هو قد أخطأ فاش لأنه لو كان نجح لو اليوم أحمر نجيب الشاب ينجح وعنده أكبر حزب باش نجي نقول لا تنحها لا لا عايش أختي حطني في وسط لطار حطني لطار بعد تجي يقول لي والله هل هو الرؤسية نتعى الحزاب الكبرى أنا من الذين اللي نتعرفه شانتي قدمت نهار من نهارات مشروع اسمه كيف ما يعمل السيناتر نعم وحنا مشروع مماثيله يدخلوا لورجالة الكبار كلها بمجلس حكماء ومجلس حكماء كنت نحب سيلباجي وقعدت في ذلك الوقت سيلباجي مع رشيخ راشد الغنوشي أنا أول واحد قعدت مع بعضهم في دارش رسادة راشد الغنوشي قعدوا في 2012 على أساس نعملوا هل هل ما نسمى بمنطق الحكماء ونحطوا هدهما في الاتهداء اي لا في ذلك الوقت في 2012 مصملة في 2013 في بيلي في بيلي انتبع نتعلموا في أحلك مشروع وكانت الناس ماشية في شيء دي رو اللي يدخل اللي برشا مليس خاطر ما تعرفش هالخفائي الصغيرة دي دخل برشا اي لي باريابل اي ولا لي باريابل اما اليوم حبيت أنا أولا كرهت راشد الغنوشي رئيس أكبر حزب وهو فاع السياسي وموجود رئيس برلمان مجيش نقوله ولا يتوتك هزده بشكروح ومشعر روحك طوامع شين بتي حد شاي هذي من الجماش سي أحمن جيب الشابي اليوم حاول أن يكون أحزابا فلن ينجح حتى واحد منه ويسيد يحب يكوني حزب جديد عند ذلك نتسأل تسألني سؤال هذي يكون عندك الحق فيه لو غدوة راشد الغنوشي يتنازل مثلا يخرجوه من الحركة أو يخرج من الحركة ثم بعد ذلك يريد أن يحب يعمل حزب جديد عند ذلك نحكيه يولي السؤال في نفس المنطقة واضح سيمو حامد هو الطبقة السياسية حالية ما فيها راشد الغنوشي استهلكت ولم يعد لها ذلك الأشعاع الذي دخلت به معترك السياسة هذا شيقول رئيس جمهورية قيس عيل فعلا يعني هو روقي سعيد عمام أصاب عندما قال لحزاب ما عاش عندها يعني لحزاب وطبقة سياسية قاعد ذلك وطبقة السياسية متاعنا استهلك كانت تات توريش الغنوشي معنا وقت لنتخل الأول مرة نعرف قداش جابت نهذا في الانتخابات الأولى قداش عندها في الانتخابات الخرنية تبقى أن هذا الافونتاج اللي عندها كان عندها خزان انتخابي ملتزم لأسباب أخرى مش كما لحزاب أخرى عندها أسباب عقائدية عندها خزان عقائدي يبقى ديما موجود وخليه ديما الحزب الأول لكن مش الحزب المنتصر يعني كنت شوفش كونه انتصر من ناحية النسبية ما تقاش عن حزب منتصر جاب فوق الـ 50% ما فيها الستة بلدات الخرنية يعني نظام انتخابي هذا نظام انتخابي وبالتالي كلها استوليكت علش عبير موسى ربما خليها يعني تشع أكثر من غيرها هو أونه صلابته صلابته في الدفاع عن مبادن تاعها وعندها أيضا الحجة القوية هناك التقديم حجج صلابها في الدفاع والتمسك بالشرعية الدستورية اللي ثم ناس انتقدوها لغاية هي تتمسك بالدستور اللي جابها يعني وتحاول باش ما تخرجش على المجال اللي هي فيه وذلك ليش خلي عندها رغم اللي هي حديثة للعاد يعني ذلك مبارج ناس يقول لوين كنت وقت بن علي ويعمرها وقتها 12 سنة هي دقلت في 2010 في السياسة يعني عام قبل الوحد وبالتالي تعبرها من الطبقة الجديدة من الطبقة الشابة أيضا هي ربما أصغر واحدة في السياسيين الحاليين وذلك خليها يعني أصغر المرأة الوحيدة كذلك المرأة الوحيدة وأصغر واحدة زيادة لكن ثم حاجة أخرى سيبو بكر كونها مرناش معها يعني مجموعة عندها نفس الكفاءة اللي عندها عبير عبير يعني عندها طلاقة اللسان طلاقة في الدفاع عن الملف لكن اللي معها ما ظهروش هي قيادات أخرى اللي تنجمت نفسها معها نفسها وتعاونها في المستقبل على فوز بانتخابات رغم اللي هي الانتخابات حالين يعني هي المبوبة أكثر من غيرها باش تكون الأولى على المستوى السياسي إشكالية أخرى كونها حاليا النظام الانتخابي وكذلك الدستور يعني مهما كانت الزعامات ومهما كانت البعض باش يبقى ديما نظام هاجين ونظام في حاجة إلى المراجعة ولا ننتظر يعني حاجة كبيرة باش تنقض البلاد طبقة السياسية مستهلكة قانون انتخابي تجاوزته الأحداث دستور هاجين فساد استشرى في كل الواحد الصراعات معدل الصراع على السلطة التنفيذية صراع مستشري صراع مواقع في كامل القطاعات وربما حتى زادة نرجع للولاد ربما زادة لعطاه للوالي زادة في نطاق الصراعات باش إذا كان سلمشيش ما نجمش يعطي وزير العزب معين يقول لهو تنعطيك والي يعني والي ودخل والولاد في المحاسصة الحزبية ونجم يقول والي يقوله صخير من وزير يعني هذنما نفس تفكر ذايا يقولك لا أعطيني والي وباش يقسمعه نعطيك والي ونعطيك معتمد وده يزادة التمادي في الفساد والتمادي في تفشي الفساد بجميع الصنوفي فضعت فضعت مو قلت لك السياسة هي منهجية وهي انتيجة اليوم الناس اللي تبعث في الأحزاب بعنوان هانا بش كلمة بش سوفا أي سوفا اليوم مش عنا أول ما تبدأ تحط المايدة قدامك وش عندك اليوم يا سيدي صحيح غالب صبر لاراء قال عبير 36 قال قلب تونس بين 18 قال الإصلاح عند وجه 18 يا نفوتنا الـ 50% إذا بالمجد تحكي القوى الوسطية معنا يعني عن كلمة إما وهذا مشكل هما الناس كل تكلم بالوسط وحتى واحد ما موجود في الوسط إذا الناس هذه تخمم عندكم إمكانية هي هو اللم شملكم لم ورواحكم خلي تخفوا على التوانسة خلي تكون فامة منهجية مثلا عنا النهضة وكذا شبيه مو شعيب وعنا قال طبقة الوسطية وطبقة طبقتين في البلاد وقتا نجموا نبنيهم نجموا نعلم مهما يكون الإسلاميين فيهم وطنيينهم ولكن الأنالية المفرطة عند السياسيين متاعنا وورينا هذا في الانتخابات الرئاسية زبيدي الشاهد جمعة معاك كنشوفوا عبي المؤسي كنشوفوا معاك هذومة على أقل شخصيات اللي بالفعل نجم تجمع خزان كبير رئاسة في الانتخابات الرئاسية شفناها كل واحد تمسك يقول لك كل حد اللي عادي سمحي فضري نقطة أنا قد تعطي عشت بلدان ديمقراطيات أنا حياتي كل خلص عمري عشرين سنوات هنا رجعت عمري غيروا على خمسين وعشت كان أوروبا ولتان أمريكا لما صحيح تعرفت على باندلا تعرفت على لولا تعرفت على برش حديث حياتي لكن الحياة الديمقراطية تأبل حالي تحكي فيه تأبليه ما فهمناش الحياة الديمقراطية أو الحياة التشاركية ما فهم يش زعيم هذا زعيم وهو عندي حزب ونحب وانو أخويا انو الناس تلوج على المواقع نعم تلوج في الحياة الديمقراطية واضح لمره واضح واللي يقول غير ذلك لو حب الوطن أنا 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 نشد البلاسة خير منك أنت أنا نعرف روحي معنار اسكندراني خير منك أنت رئيس حكومة جيت قولي لا والله خطرة هو سبقني في لا ما يشدهاش أنا نشد رأي اللي هنا في الحياة الديمقراطية هو أنك توري صوتك توري وجهة نارك وراه ما عادش لو بتقولي قوة وسطية شمعناك قوة وسطية ما هو المعنى للقوة الوسطية كيف هي القوة بين اليمين وليسار شكونهم يمين شكون يسار على الهرب يسار قوة وسطية موجودة شمعناها قوة وسطية ما في الماء شمعناها 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 القموس عندك أنت والقموس عند دينا لا يزم كل نفسه يوه ما عنيش يزم كل نفسه يزم كل نفسه يزم حتى نعملوه القانون المفردات أنا رأي نقل كلام في المصالحات ما أنا ملبي مصالحات ولا لا أهم المصالحات هي مصالحات المفردات السياسية لليوم ما تعملنا هون مش أنت تحكي على مفردها ما هيش عندي أنت تقول لي الإسلامي مش بقوة سياسية بوسطية قولك بالعكس سمانة رأت من إسماخ سماني أنا وإنتي من أجموش يكونوا فرق قفة مصحية لا لأ لأنني كنت أنا مش بقوة نقول لي عليش غالب لا مناش فرق منهج تقول لي عليش مصحية أنا وإيك ما عندي حتى مشكلة أنت متعرفش جربنا عشرة سين تعبنا ما صحية حش أنت عورك مجرد فرق قفة العظام متكسر نكلموا عليك أنت أخويل هاش ميت عورك مجرد أنت كشخص أنت كنت مع سيد باجي خرجت مع سيد باجي مشيت مع محسن مزوخ حبيت أنت مشكلتك عندك مشكلة حقيقية ضد الإسلاميين وإنها قلت أقول لي أنا ما عندكش مشكلة قلت هالك بالتالي أنت رافض حتى تتناحي المرأي بتخذر لا نخذر لا 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 رافض أنا هيك نشوفك بينما أنا تشوفني أنا سحابي ما عندكش علاقة مش كاك أنا دفعت على النسط أخرين أنا دفعت عليهم كل منذرزنادي أنا أول تونسي واخلت وانا سمعت مش عالية تكلمت عليه هنا حتى 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 ما دفعت عليه تدفعت عليه شاعمل منذرزان يا وديش عندك فيتش عمله ولا أنا ما تدافعت عليه خاطر ملفه اتناشة بتدافع عليه لا يا بابا لا 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 في 2012 شكون أنا دفعت كلمت على كميل طيف كميل طيف شعنده ما عنده شي 2012 قاعدتكلم في 2012 2012 كوقتها من عشر من يفات أنا دوبة تخطون لا نعرف ملفات ولا عندي ملف ولا نعرف حد أنا نتكلم على فكرة دفعت لي كأكوة بربك حزب ولا كشخص موقف فرج شخص يا دي شخص يا دي شخص يا دي عشخوية 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 على خاطر المرزنادي شنوة لا اسمع بي مو صحيح لا 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 مو صحيح لا لا ما تبديش أنا فيه علي بوزكرة ما دفعتش ما نعفوش يا ودي راورت بالك أنا دفعت على سترة القل لأن المصالحة الوطنية في الأخرة كنت أنا صف متاحها أنا اللي هزيت الغادي صحيح أختي التاريخ مش كاكة مش أنا شكون أنت ماكشف تعرف أنا مش ندخل في أنا شكون وما شكونش المهم احنا وصلنا للمصالحة أنا قعدت مع كل السياسين وحليت قلب الناس كل وتكلمت مع الناس الكل بنفس الوحدة وقنعت الأخرين بأنه نحنا وخيان وأنه تونس للناس كل وخرجت ماشي حكيت أنت شكون أنت كيف تفعل أن تتحط التوانسة في الطاولة وقل لي قل لي نحن مصفردائي نقوله الكيس لا تعتبر المصالحة لا 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 المصالحة قلت أنت تحتاج 20 سنة 25 سنة أنا وياهزين نحن نخرج من الصحب أنا وياهزين عاركة وإحنا في الجامعة العاركة دي مش حل اليوم إلي بش يحل العاركة دي وما ولادنا عايشو أختي إحنا بش نزرعه نوقفه من عام 84 تقريبا في قضية ولينا أنت وانا من عبرة برقيبة عام اليهاش جاء في عارب بن علي وقلي ولي المدين أمن اللي أند خلينا الله يرحمه ورب يوسعه في قبره إن شاء الله لكن فم المشاكل دخل التونس اللي ما كنتش تونس أعرفها هدية اليوم قاعد نعيشه في ارتجاداتها ما حبينا ولا كرهنا أنت يا الزيت ناس عملت ناس لأنه هم لونوا خلينا إحنا جازمنا نرجع للمعنى يغزل وقلوا أنت هذه كرساتها النعضة لا لا بالنحباتنا عارة كرساتها النعضة الوقت يشهدت بيض الحكم الولاء والولاء والمعنى الولاء مش كفاء ما شفناها في تجارة بكل النعضة هي السببات لا هي بدأت بيها النعضة والتعويضات ما وصحي في أين ممتعنا في أين ممتعنا يكونوهم الأسراك كليس ممان تغيير الحب المستحيح شو مخجر المصالحة الوطنية ساعت وقت النعضة الناس خرج في الحبوس اللي حطهم سباجة وحطهم غير خرجوا في عهد النهضة الناس المصالحة مدّي تحيط أسمعنا عليكم الايب مع الناس خرجوا ملفاتهم ما فيها شيء شكون خرجوا الناس لا لا هؤلس من حبوس هؤلس من حبوس هؤلوا في زيتون أكبر دليل أنا لوض في زيتون طالب أين طالب سيلبازي أول مرة قلت سامعة برز غنوشي في 2021 وحداث وقتاشه بالله يمساش أنا صلاحي مخي خليني أنا فعل وقتاش محمد غنوشي اجتمع ولا شايف محمد غنوشي راج غنوشي بالله يسمع عايش خوي الشكون اللي يعمل الورقة باش تسد عبدالله قلال وتسد شكون تحطه بالحرس ياسي منار شوف فرحات الراجح يجيه تعليمات فرحات الراجح يجيه تعليمات نظفه ذكا سيان بالسدرين جخص سيان بالسدرين في النهضة يزيعا حسوب على نظر؟ שנعبة ولاخر نظر؟ الناعضة حزب وسطي حاب يقول سيمانيه حاب يقول مراحبا بيا جمانة الوسطي واسطي شكور واسط الشكور كيف أنه حدد الوسط؟ حي نقبلها حزب الوسط لا لا ما تقبلها شغير يكون منشة ملاحظة متفسح يكون الأيما لحنا نحن نوم عنا الأيما بتاع توينسة بش كولوهم أتراك بش دخلوا لكتنا من البلاد بين اليمين واليسار شكونوا اليمين في تونس لا شمعناها اليمين التونسي بالنسبة لشكون اليمين هو أنهذا هو حزب ديني حزب ديني الحزب الديني حزب اليمين على غد عشقوية لأنه شفتك تدخل في عالمي أنا ونوريك لي غالط أنت بحبت تسمع أنت عندك أنا أقول لك غالط كلم فيك أنت ديني كفي أنا وانت ديني كفي أنا غالط أنا وعمري ما جيد قدتك أم حاب نقطع اليد ولاين مش كنتي شو؟ شو ما عنه لحكم الديني الحزب لاحظة 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 لا 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 سمعني لا لا استخدام صالي لا لا حب تنكر عشر سنوات تاريخ موضح كتقول كلمة غالبت شخص نجارة يا ودي مايش النهضة النهضة وش نهضة عشرة نتابعي لأن نظام قد وقت شمينا لهواية شهر شهر ونص عوشية رجمهورية ستانة يا سيتي إذن أنت فم حاجم اللي يحلم سامينه الوقت دهنا أسان بلاي آخر كلمة آخر كلمة آخر كلمة اللي ينوه هيك لننتهي اللي ميحبش يفهم أنه الانتقال من حكم فردي إلى حكم تشاركي يجيب 25 سنة من المشاكل نشوف فيها إذن هو أخرج تاريخ سمحني لكل حلعة أنا قلتوا لكلام دي من هارولاني لتانة أمريكا اليوم أقل دولة صارت فيها مشاكل هي تونس اليوم مقارنت بالدولة الثانية اللي تعرضت الانتقال الديمقراطي نحن بخير أكثر من بورتغال موافق إلا سنة شوية باش تقولي تقولي إحنا لليوم لا نعرف ما معنى الوسط 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 هو يقوم على أكثر من أنه مش الوسط منعنى يميني بالمعنى اللي هو موجود في أوروب منعنى الليبرالي ولا مش البرالي مش هيدا هو الوسطية أنت عندك مجتمع تونسي مسلم بتاريقته فأنت يتأخذ الوسط متاعه ودخله شوه الوسط فيه واضح موش هي الوسط الوسط لا بد من إعادة مش موضوع متوسط إيه مو يعادة للهيكلة والرسالة منتع عبد الحميد الجلاسي اللي حمل فعا المسؤولي للنهضاء وقت يستقى المغادي ومنشورة واضح معها موش كان يقولون حتى نسأتي أنا على عبد الحميد الجلاسي منشورة لا 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 واضح أنه أبرز قيادي حركة النابة يحمل مسؤولية يقول هذه حركة لا ترا في الدولة إلا غنيمة قرحك ايه 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 هذا عبد الحميد وشاهدة شاهدة منها ناس سؤال هل الآن لما دخلوا نيداء مالشافوش الدولة غنيمة يا ودي يزي يا ودي اسمعني عايش خوية يا ودي اسمعني اسمعني اخي افجل واحد ناخو تلاتة يا ودي انت كم تكلمين عن الكريم دي داخل اخي السراعات اللي بحاولوا بعض خلوا اسمو مدفح عاليا مدفح عاليا أنا خدمت بابا خدمت لوش على الراسة ناس سؤال أنا لوش نهار ملارك على الراسة انت كمنار لا لا وانت كيف ملهاشني اكاكاكا اسمع عايش خوية كأشخاص لما كأشخاص كأشخاص وضع وضع ما فماش واحد يخدم السياسة سمحني في الحزب ملوش الارتقال للسلطة باش يقدم الوقت دهامنا ووقت دهامنا وده بحث ذاني تفضل كلمة الاختتام كلمة الاختتام أنا نحب نتوجه نعم النيدير رئيس الجمهورية نحبه رئيس الجمهورية معناها يكون شخصية جامعة للتونسيين الكل شخصية تبحث عن التهدأ تبحثنا رسائل تهدأ نحبه نسمعه في خطاباته مثاليش نحن نطالبه موقع للشعب يريد معناها الإرادة متاعنا الإرادة يحولها إلى أفعال إلى قرارات نحن نريده أن نرى يعني رئيس الجمهورية يقوم بجولة يفعل فيها يمشي يفعل معناها الدبلوماسية الاقتصادية يجيب استثمارات التونس نحبه يتحدث أكثر وينفتح أكثر على رجال الاقتصاد نحبوه في الخطابات متاعه نسمعه أكثر كلمة اقتصاد ومستشارين اقتصادين أكثر من غرف مظلمة ونحبوه حاجة أخرى ماذا بينا زادة يزينا ما التشنج نحبوه يبتسم أنا والله في نفس السياق ما خلقنا شيء معك ما دام حذامي يعطيها ألف صحة ما خلقنا شيء نقول سيد رئيس الجمهورية ارفق بيني يجعل منك راهو توانس عياهو عندك إمكانيات أخرى بيش تشعل على البلاد هذه وقته فعل الدستور الدستور هو الفيصل بينك وبين غيرك وراهو الإنسان اللي يحب الكل يخلي الكل جيد سيمة العرب أنا نحب نتكلم على الناس لي في البرلمان لأنه ما يعنينيش برشا رئيس الدولة حقيقة ما يعنينيش وإنما الآن جاءت وقت يزمت لهاو في بعضهم ويقدمونا المحكمة الدستورية لأنها هي ستكون الفيصل وقلونا انتخاب لا خليني القلونا انتخاب ببعضها يا رجال ما قلتك مش مشكلة راهو شوفتها شوف عايش خوي عايش خوي أنا أول تونس يتكلم في القانون انتخاب سبيت للدستور لما عملوا نهارتي عملوا سبيتوا مليش قاد تتكلم معي أنا في قادية مليش هادي مشاكلي اليوم أهم فما مشكلة أنا كمهندس فما مشكلة كبيرة اليوم معناش فايصل بينما على أقل ثلاثة رؤية سيدهم شراعي معناش فايصل بينهما من ومن عنا في الأصل جهاز في الأصل يزم متكلم يبدأ بعيد اللي هي الهيئة رقبية سميها في الدولة الديمقراطية اللي هي بعيدة على هؤلاء وما يحكم فيها على التحدي اللي هي محكمة السورية اللي هي بشكولي رئيس حكومة صحيح ورئيس البرلمان صحيح ورئيس الدولة صحيح والدستور متاعنا اللي هو الفايصل هو هو فوق الإسكول هما هو صحيح اليوم المشتنة عيانا الذي يقر في الدستور هو رئيس دولة وهذا برض ولبتالي أنا توجي ما هوش للرئيس اللي الوحيد يكون هو أنه داخل البرلمان يتحدوا بالمئة وخمسة وربعين ويخرجوا لنا ها المحكمة دستورية ونفاو والله سي محمد أنا نحب رئيس الجمهورية ينزع جبة الأستاذ إذا بننساها الخطرة هذه قاعدة دماء مأثر على علاقاته مع الأطرف في الشركات متاعه نحبه أيضا يتخلى عن الخطاب الشعبوي واقتناس الفرص لإذلال في الشركات متاعه ونحب الخطاب متاع يكون خطاب مطمئن للناس ينقص من الضغط النفس العائشة والعباد ينقص من الخلافات هذا يكون نحبه ومواصفات يكون موجود فيه وماذا بينا يقترح لنا حلول الشعب يعيش في مشاكل وينتظر حلول يقترح القوانين يقترح الحلول يساعد الناس على تجاوز السعاب ويقرب وجهات النظر ولا يفرق هذا ينطلبوه منه ثم أنا وحز أخر زادة رئيس الجمهورية حاليا قاعد في وضعية اللي ربما افساد الجو السياسي يعني قاعد يسام على سب دي طريقة وبيخرى في افساد العلاقات بين الوحد وافساد العلاقات بين الأحزاب وكذلك العداوة لأطرافه وكل من وكل من يخالفه في الرأي واضح واضح أنا حب ننذيف حاسين الحاجة الأولى أنه اللي صار في الجلسة وبين رئيس الجمهورية وسي بيشان مشيشي بالفعل أثار برش ردود فعل حتى في مستوى رئيس الحكومة مستقبلاً أنه إذا كان تم لقاء بين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة تصوير هذا اللقاء أو تصرف فيه كما حصل مع الفيديو اللي معانتها تم ترويج ديه نحب زاداً نشيد بشخصية تونسية على أقل الخبر إيجابي معانتها يبعث فينا الأمل وهو الدكتور محمد الأوسط العياري وهو عالم تونسي نفتخر به في النزاف الولايات المتحدة الأمريكية خرج كتاب مهم ياسر والقاسدة كبير ياسر باللغة الإنجليزية تحري الأهلة والشهور وأعتقد أن إنجازات من هذا القبيل من قبل تونسا مكان مزيد كانت ترفع شأنهم خاصة الموضع هذه اللي هي دقيقة وحساسة أهل حيو الدكتور محمد الأوسط العياري وإن شاء الله نستضيفوه معانتها في فترة وقت يبدأ هنا في تونس ويحدثنا أكثر على هذا الإنجاز العلمي اللي زرب اللغة الإنجليزية والقاسة برياسة في خرج أنيق وجميل جدا والأيامات القادمة ستصدر الطبع العربية إن شاء الله زيدوا نقدمها نهنيوا على هذا الإنجاز العلمي مرة أخرى كما نشكر ضيوفنا الكرام السيد منارس كندراني اللي هو الناشط السياسي وعندك برشة مدقول برك الله معانتها وكذلك السيد للإدارة مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك سيد محمد إن شاء الله في لقاتة أخرى والصديق المحامي والناشط السياسي لهاشمي الحديري مرحبا بيك وسيدة حذامي المحجوب الباحثة في الفلسفة السياسية كما نشكر مشاهدين الكرام على هذا الاهتمام وهذه المتابعة لهذه الحلقة من برنامجكم حديث الناس نتمنى لكم أوقات ممتعة مع بقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة